موسيقى نشرت على أخبار من قناة الأكبار المغربية أهلا بكم أفدت السلطات المحلية بإقليم خريبغا بأنه في حصيلة أولية لقي 15 شخصا مصرعهم في موصيبة 37 أكرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت صباح اليوم الأربعاء بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبغا وأوضحت السلطات المحلية أن حادثة السير هاته نجمت عن انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الضار البيضاء صوب منطقة أيتعتاب عبر ابن ملال بأحدى المنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11 وأضافت أنه وفور إشعارها بالحادث انتقلت سلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم خريبغا إلى عين المكان حيث تم نقل جميع المصابين صوب المستشفى الإقليمي بخريبغا لتلقي الإسعافات اللازمة أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بتطوان للرأي العام أنه على إثر إشعاره بالحريق الذي شبه يوم الخامس عشر من غشت بغابة كدية الطيفور بالمطجق أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك حيث أفضت التحريات الأولية إلى إيقاف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث ليتأطى ترتيب الأثار القانونية اللازمة على طوء ذلك أفضت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بأنه من المرتقب أن تعرف عدد من أقاليم المملكة أيام الجمعة والسبت والأحد طقسا حرا يتراوح بين 40 و 46 درجة وأوضحت المديرية في نرشة نظرية من مستوى يقظة برتقالي أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة يومي الجمعة والسبت بكل من مولا يعقوب فاس مكناس تونات وزان الخميسات سيد سليمان سيد قسم الفقي بن صالح خريبقا بن ملال سطاط موراكوش رحمنا وقلعة سراغنا وأضافت المديرية في النشرة ذاتها إلى أنه يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 42 و 46 درجة يومي السبت والأحد بكل من الرشيدية زاقورا طاطا ثاروداند أسزاق سمارا وداخل قليم الصويرة جلميم بوشدور أوسرد ووادي أذهب ننتقل إلى الأخبار الدولية حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الثلاثاء اعتماد مشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من يوليوز الماضي بنسبة 94.6% من الأصوات وذلك بعد البث في كل الطعون قضائيا سكينا مسوية والتفاصيل بعد التصويت عليه بنعم بنسبة 94.6% مجلس الهيئة العليا للانتخابات في تونس يصادق على مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية والذي عرض على الاستفتاء في البلاد وخارجها رئيس الهيئة فاروق بعسكر أكد أن إجراءات قبول نص الدستور الجديد تمت بعد استكمال كل مراحل التقادي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت والتي تم الإعلان عنها يوم 26 من يوليوز الماضي بوعسكر أوضح أنه تمت إحالة المخالفات والجرائم الانتخابية على القضاء الذي أكد بدوره أنها لم تؤثر مطلقاً على نتائج عمليات التصويت الدستور الجديد دخل حيز التنفيذ وفق بوعسكر منذ أمس بعد توقيعه من قبل الرئيس التونسي ونشره بالجريدة الرسمية للبلاد يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش إلى أوكرانيا الخميس المقبل حيث من المرتقب أن يشارك في لقاء مع الرئيسين الأوكراني فلادي ميرزلينسكي والتركي رجب طيب اردوغان وذلك حسب ما أفض به المتحدث باسمه ستيفان دوجاري مزيد من تفاصيل في تقرير لأسامة العمراني يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش إلى أوكرانيا يوم الخميس حيث سيشارك في لقاء مع الرئيسين الأوكراني فلادي ميرزلينسكي والتركي رجب طيب اردوغان وذلك حسب ما أفاد به المتحدث باسمه ستيفان دوجاري وخلال المؤتمر الصحفي أوضح دوجاري أن الأمين العام الأممي تلقى دعوة من الرئيس الأوكراني لحضور اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي اردوغان مضيفا أن جوتريش يرتقب أن يتوجه الجمعة إلى عدسا ثم إلى تركيا الأمم المتحدة وتركيا انخرطت من أجل التوصل إلى الاتفاق بين موسكو وكييف حول تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود التي وصفها الأمين العام الأممي ببارقة الأمل المخطط الأممي يتيح أيضا تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كما من شأنه المساعدة على استقرار أسعار المواد الغدائية في العالم التي تطال ملايين الأشخاص ننتقل إلى الولايات المتحدة حيث وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض على مشروع قانون ضخم بقيمة 750 مليار دولار يهم الرعاية الصحية والضرائب والمناخ ليسجل بذلك انتصارا كبيرا لإدارته والحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي تفاصيل عن هذا التوقيع وعن درجة أهميته نتعرف عليها في سياق التقرير التالي لحمزة الخطر هكذا وقع جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على قانون تقلص التضخم أحد أهم القوانين في تاريخ أمريكا بايدن اعتبر أن الشعب الأمريكي انتصر وخسرت المصالح الخاصة بفضل هذه الحزمة التشريعية الجديدة ووفق البيت الأبيض فإن الرئيس الأمريكي سينظم قريبا اجتماعا بشأن تنفيذ القانون الجديد ويتضمن القانون الذي يعد أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال مكافحة التغيير المناخي تحفيزات مالية يرتقب أن تساهم في تشجيع الاقتصاد الأمريكي على تبني الطاقات المتجددة كما يشكل حسب الملاحظين انتصارا هاما لبايدن والديمقراطيين التشريع الجديد سيدخل تغييرات عميقة على السياسات الصحية كما سيتيح التفاوض بشأن أسعار بعض الأدوية مع تمديد الحماية التي يوفرها التأمين الصحي إلى غاية 2025 أظهرت بيانات رسمية بريطانية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوياته خلال أربعين عاما في يوليوز الماضي لسيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد أحتمال حدوث ركود مزيد من تفاصيل حول الموضوع في تقرير لرغدة قبوري الأزمة العاصفة تدرب سادسة أكبر اقتصاد في العالم بقوة وتدفع به نحو ركود عميق بل ارتفاعات الغير مسبوقة في معدلات التضخم منذ أربعة عقود والضعف الحاد في أداء الاقتصاد مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة القاعداء كبيرة على كاهل المواطن البريطاني إلى جانب التضخم المرتفع تعاني المملكة المتحدة من تراجعات قوة الجنيه لسترليني الذي هبط لأدنى مستوياته منذ بداية أزمة كورونا وترجع مؤشر قوة لسترليني بنصف النقطة المئوية مما يعكس حصاسيته العالية للمخاطر وتأثير ذلك على تكلفة الوردات وانعكاسها على التضخم الجامح ارتفاع التضخم يعزى إلى عوامل من بينها تدعية حرب روسيا وأوكراريا التي أدت لارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة بنكو إنجلتيرا حذر في الشهر المنصر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13% هذه السنة وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980 كما يتوقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر السنة المقبلة إلى الصين هذه المرة حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية مجددا انذارا باللون الأحمر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وهو أعلى مستوى في نظام الانذار المكون من أربع مستويات يأتي هذا مع استمرار موجة الحر شديد بالمزيد من المناطق بالبلاد حمزة الخطر والتفاصيل الصين تجدد الانذار باللون الأحمر في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني فإنه من المتوقع أن تتعرض أجزاء من البلاد لدرجات حرارة تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية المركز أضاف أن درجات الحرارة في أجزاء من سيتشوان وتشونك تشينغ وهونان وجيانكشي وتشي جيانغ ربما تتجاوز الأربعين درجة مئوية ونصح المركز السلطات المحلية باتخاذ إجراءات الطوارئ لمواجهة موجة الحر الشديد من خلال تعليق العمل في الأماكن المفتوحة تحت درجات الحرارة العالية وإلى اهتمام وثيق لتدابير الوقاية من الحرائق والاهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة الإنذار باللون الأحمر هو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من أربع مستويات نعود مشاهدين للخبر الوطني حيث انطلقت بالمغرب قبل أيام الدورة الثالثة عشر للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس دورة الانبعاث تفاصيل هذه الدورة التي تعد كسابقاتها نموذجا حقيقيا لوشائج المحبة والأخوة التي تجمع المغاربة بالفلسطينيين من مختلف الأجيال في تقرير لكوثار التجاري انطلقت بالمغرب قبل أيام من الدورة الثالثة عشر للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس دورة الانبعاث وهي دورة تعد كسابقاتها نموذجا حقيقيا لوشائج المحبة والأخوة التي تجمع المغاربة بالفلسطينيين من مختلف الأجيال اليوم كان في عندنا جولة بمدينة طنجة رحنا على البلد القديمة في المغرب كانت كثير حلوة بيميزها البواب الصغارف والفسيفساء وبعدين رحنا على برج النعام كان هناك فيه عدة معلومات عن العالم الرحالة ابن بطوطة والدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تمنح فرصة أخرى لأبناء القدس الشريف لمعانقة بلد عزيز على الفلسطينيين جعل القضية الفلسطينية دائما في مرتبة القضايا الوطنية الأساس وحماية القدس في صدارة اهتماماتها نحن اليوم متوجدين بالمغرب بطنجة رحنا هلا كنا نسباح وكثير مبسطنا وكمان هلا نحن جينا على السينما وكمان في ملايه وكثير في أشياء حلوة وكثير مبسطنا باليوم وحرص منظم المخيم أن تجتمل فقرات برنامج الفعالية جولات وورشات حول أطار تغيرات مناخية على سلامة البيئة وأهمية المحافظة على الماء والذي يروم تحسيس وتوعية الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة وحماية التوازن الطبيعي في وسطهم المعيشية والتعرف على ما حققه المغرب من إنجازات في هذا المجل رياضيا بلال السهلي البطل المغربي في رياضة الجري الحر والحواجز فزى بالميدالية الفضية ضمن نهائيات بطولة العالم للرياضات الحضرية بالفلبين قصته نتعرف عليها في تقرير وليد حميد علوي بمناسبة عودته إلى أرض الوطن عقب مشاركته في البطولة العالمية نينجا واريور قال البطل المغربي بلال السهلي الفائز بالميدالية الفضية في صنف رياضة الجري الحر والحواجز ضمن نهائيات بطولة العالم للرياضات الحضرية والتي احتضنتها الفلبين ما بين السادس والسابع من غشة الجاري قال إن التتوجة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية يشكل إنجازا غير مسبوق للمغرب على المستويين العربي والإفريقي الحمد لله مهم جبناه دو ميدالي معنا من الفلبين وإن شاء الله سنتمحوك هنا لفينال ستكون في الزيتازيوني سبتمبر فان سبتمبر دوبي أكتوبر وإن شاء الله نحاولون نجيبوا ميدالي دور إن شاء الله من الزيتازيوني إن شاء الله ويعد بلوغ هذا البطل الأدوار نهائية إنجازا كبيرا ويدل على أن المغرب يول اهتماما متزيدا بهذه الرياضة الناشئة والتي تعرف ممارستها انتشارا مضطردا وإقبالا ملموسا من لدن مختلف الفئات العمرية هذه غير كيغالوبي داية إن شاء الله ونتمنى أن هذه الميدالية التي حصل عليها تكون تنضاف إلى التفرى النوعية لكي تعرفها الرياضة المغربية والحمد والتحقيق المنجزات وتندرج مشاركة المغرب في مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية في سياق العضوية الوازنة والحضور الفاعل للجامعة الملكية المغربية الاسكيت ان رولر والتروتينيت والرياضات الحضرية في الفيدرالية الدولية للرياضات الحضرية نهاية النشرة تفاصيل أوفة عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني إنفانتكا تيفي بوايما بحية لكم إلى اللقاء